اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً للعم صالح قطعة أرض مثلثة الشكل طول قاعدتها بسنتيمتر تسعة وطول ارتفاعها الموافق لتلك القاعدة بسنتيمتر ثمانية فاصل واحد وذلك على تصميم أنجزة وفق السلم واحد على ألف اتفق مع جاره الشيخ أحمد على المبادلة بقطعة أرض مستطيلة الشكل طول محيطها بالمتر مائتان وعشرة وعرضها يقل عن طولها بخمسة عشر متر يقدر الهكتار الواحد من كل قطعة بتسعة ألاف دينار مع إضافة نسبة 4% من ثمن البيع بعنوان مصاريف التسجيل أحدد مساحة كل قطعة الإجابة أولاً أبحث عن مساحة قطعة الأرض المثلثة أبحث عن البعدين الحقيقيين لقطعة الأرض المثلثة وفقاً للسلم المقترح فإن واحد سنتيمتر على التصميم يساوي ألف سنتيمتر على الأرض وبالتالي لنعرف القاعدة الحقيقية لقطعة الأرض المثلثة نضرب القاعدة على التصميم في مقلوب السلام طول القاعدة الحقيقية تسعة في ألف يساوي تسعة ألاف سنتيمتر يساوي تسعين متر نعتمد نفس الطريقة لنجد الارتفاع الحقيقي طول الارتفاع الحقيقي ثمانية فاصل واحد في ألف يساوي ثمانية ألاف ومئة سنتيمتر يساوي واحد وثمانين متر قيس مساحة قطعة الأرض المثلثة بالمتر المربع مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع على اثنين القاعدة تساوي تسعين متر الارتفاع يساوي واحد وثمانين متر تسعون في واحد وثمانون على اثنان يساوي ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة واربعين ثانياً أبحث عن مساحة قطعة الأرض المستطيلة الشكل قيس نصف المحيط مائتان وعشر على اثنان يساوي مائة وخمسة متر قيس العرض العرض يساوي الطول إلا خمسة عشر يعني الطول يساوي العرض مع خمسة عشر وبما أن نصف المحيط يساوي الطول مع العرض فنصف المحيط يساوي أيضاً العرض مع خمسة عشر مع العرض وبالتالي فنصف المحيط إلا خمسة عشر يساوي العرض في اثنين إذن فالعرض يساوي نصف المحيط إلا خمسة عشر على اثنين مائة وخمسة إلا خمسة عشر على اثنان يساوي خمسة وأربعين متر قيس الطول الطول يساوي نصف المحيط إلا العرض 105 إلى 45 يساوي 60 متر أو يمكن اعتماد الآتي الطول يساوي العرض مع 15 يساوي 45 مع 15 يساوي 60 متر قيس مساحة قطعة الأرض المستطيلة بالمتر المربع مساحة المستطيل تساوي طول في عرض يساوي 60 في 45 يساوي 2700 متر مربع ما النسبة المئوية المعبرة عن كلفة المساحة الزائدة بالنسبة إلى كلفة القطعتين معاً؟ الإجابة أولاً أبحث عن ثمن قطعة الأرض المثلثة ثمن قطعة الأرض المثلثة يساوي مساحة قطعة الأرض المثلثة بالهكتار في 9000 دينار أحول مساحة قطعة الأرض المثلثة إلى الهكتار خمسة أربعة متر مربع ستة ثلاثة ديكا متر مربع سفر هيكتو متر مربع ثلاثة ألاف وستمائة وخمسة وأربع متر مربع يساوي 0.3645 هكتار ثمن قطعة الأرض المثلثة 0.3645 في 9000 يساوي 3280.5 دينار ثانياً أبحث عن ثمن قطعة الأرض المستطيلة ثمن قطعة الأرض المستطيلة يساوي مساحة قطعة الأرض المستطيلة بالهكتار في 9000 دينار أحول مساحة قطعة الأرض المستطيلة إلى الهكتار 0.0 متر مربع 7.2 ديكا متر مربع 0.2 متر مربع 2700 متر مربع يساوي 0.27 هكتار ثمن قطعة الأرض المستطيلة 0.27 في 9000 يساوي 2430 دينار ثالثاً أبحث عن ثمن المساحة الزائدة ثمن المساحة الزائدة يساوي ثمن مساحة قطعة الأرض المستطيلة 3280.5 إلا 2430 يساوي 850.5 دينار رابعاً أبحث عن كلفة القطعتين كلفة القطعتين تساوي مجموع ثمن القطعتين مع مصاريف البيع يعني كلفة القطعتين تساوي مجموع ثمن القطعتين مع 4% من جموع ثمن القطعتين الطريقة الأولى مجموعة ثمن القطعتين 3280.5 مع 2430 يساوي 5710.5 دينار ثمن مصاريف البيع 5710.5 في 4 على 100 يساوي 128.42 دينار كلفة القطعتين 5710.5 مع 228.42 يساوي 5938.92 دينار الطريقة الثانية كلفة القطعتين تساوي مجموعة ثمن القطعتين مع 4% من مجموعة ثمن القطعتين ومجموعة ثمن القطعتين يمثل 100% يعني كلفة القطعتين تساوي 100% مع 4% من مجموعة ثمن القطعتين وبالتالي كلفة القطعتين تساوي 104% من مجموعة ثمن القطعتين 5710.5 في 104 على 100 يساوي 5938.92 دينار خامساً أبحث عن كلفة المساحة الزائدة كلفة المساحة الزائدة تساوي مجموعة ثمن المساحة الزائدة مع مصاريف البيع يعني كلفة المساحة الزائدة تساوي ثمن المساحة الزائدة مع 4% من ثمن المساحة الزائدة الطريقة الأولى ثمن مصاريف البيع 850.5 في 4 على 100 يساوي 34.020 دينار كلفة المساحة الزائدة 850.5 مع 34.020 يساوي 884.520 دينار الطريقة الثانية كلفة المساحة الزائدة تساوي ثمن المساحة الزائدة مع 4% من ثمن المساحة الزائدة ثمن المساحة الزائدة يمثل 100% يعني كلفة المساحة الزائدة تساوي 100% مع 4% من ثمن المساحة الزائدة وبالتالي كلفة المساحة الزائدة تساوي 104% من مجموع ثمن المساحة الزائدة ثمانمائة وخمسون فاصل خمسة في مئة وأربعة على مئة يساوي ثمانمائة وأربعة وثمانين فاصل خمسمائة وعشرين دينار سادساً النسبة المئوية المعبرة عن كلفة المساحة الزائدة بالنسبة إلى كلفة القطعتين معاً نضرب المقدار المتغير في مئة ونقسمه على المقدار الأصلي ثمانمائة وأربعة وثمانون فاصل خمسمائة وعشرون في مئة على خمسة ألاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون فاصل اثنان وتسعون يساوي أربعة عشر فاصل تسعة وثمانين في المئة أحدد بالدينار قيمة الطعويض الذي سيدفعه أحد الجارين إلى الجار الآخر الإجابة قيمة الطعويض ثمانمائة وأربعة وثمانون فاصل خمسمائة وعشرون على اثنان يساوي أربعمائة وثين وأربعين فاصل مائتين وستين دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر